ومن ولاية البراكن إلى ولاية الترارزة حيث افتتحت الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك صباحا اليوم نقطة للتوزيع في مقاطعة وادناغا تدف الشركة من خلال فتح هذه النقطة إلى توفير الأسماك بأسعار مخفضة لسكان المقاطعة هنا بمدينة وادناغا وبحضور السلطات الإدارية والبلدية تفتتح الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك نقطة جديدة للتوزيع وذلك في إطار برنامج يشمل افتتاح 12 نقطة لبيع الأسماك في الداخل في إطار تقريب خدمات المؤسسة الوطنية الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك من مواطنين خاصة تعميم هذه الخدمة على أكبر قدر ممكن من مقاطعات الوطن تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية قامت الشركة ببرمجتها أكبر عملية توسعة شهدتها الشركة منذ نشأتها بفتتاح 12 مركزا في 12 مقاطعة اليوم نشرف على افتتاح مركز الشركة هنا تلبية لاستجابة لحاجة المواطنين في توفير هذه المادة وذلك في إطار مواصلة عملية تتشين هذه المراكز اللي فات منها أربع مراكز اللي هو باسكنو كرمسين والشامي واليوم وادن ناقة وستتواصل عملية افتتاح المراكز المتبقية الثمانية المتبقية لتكتمل هذه العملية قبل إن شاء الله 28 نوفمبر القادم وقد همن عمدة بلدية وادن ناقة باسم الساكنة افتتاح هذه النقطة شاكراً السلطات العليا في البلد والقائمين على الشركة على هذه الخطوة باسمي وباسم سكان بلدية وادن ناقة شاكر الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك على هذه الخطوة المهمة اللي عبارة عن فتح مستودع في بلدية وادن ناقة المركزية اللي لا يمكن الشركة من تزويد البلدية بذلك الكميات اليومية من السمك اللي يعتبر مادة مهمة وتمس من حاشة المواطن اليومية وستمكن نقطة البيع الجديدة من توفير الأسماك للمدينة بكميات معتبرة مدة ثلاثة أيام في الأسبوع وبأسعار مخفضة شاكر الشركة البطنية لتوزيع الأسماك على هذه الخطوة الجبارة اللي عدلت ولا نعنى تزدى وتزدى في المواطنين ويشرح هذه الشيء رأنا شاكرين هذا طلاقة هذا السمك اللي اليوم رجعت الوادن ناقة شاكرينها على توزيعها هذا اللي الناس فاصل فيه وجاوناه في الوقت المناسب وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تنتهجها الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك بهدف تقريب خدماتها من المواطنين والرفع من المستوى المعيشي لهم من خلال توفير الأسماك في المناطق الداخلية اشتركوا في القناة